اهلا بكم الى نشرة المساء من العربية التحالف بين طرفين الانقلاب في اليمن يتفكك اشتباكات اندلعت في العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى بين القوات الموالية لحزب المؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبين بيليشيات الحوثي وقد تبادل الطرفان السيطرة على المواقع بعد معارك كر وفر الحوثيون اقتحموا منازل قادة في حزب المؤتمر وزعماء قبائل موالين لصالح كما استعادوا مناطق من انصار صالح العقيد طارق صالح قائد قوات الحرس الخاص ونجل شقيق رئيس السابق قلل من تقدم الحوثيين قائلا ان المعارك كشفت خلياهم النائمة وبات القضاء عليهم مسألة وقت هي معركة قوات حزب المؤتمر ضد ميليشيات الحوثيين معارك تنقلت في احياء عدم صنعاء مع محاولة طرفي الصراع لتحقيق المكاسب حيث دارت مواجهات في شارع الجزائر وحي حده قرب منزل الرئيس السابق القريب من مركز الكميم التجاري مواجهات مماثلة شهدها الحي السياسي غرب صنعاء وقرب مقر حزب المؤتمر في شارع الصفر في حي حد الجنوبي ودفعت ميليشيات الحوثي بدبابات في حي الستين وهي تحاول اقتحام الحي السياسي حيث منازل عدد من اقارب الرئيس السابق وانتشرت قوات المؤتمر في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء بعد مواجهة عنيفة مع الحوثيين امتدت الى شارع الخمسين وحي الحوثيلي شرق دار الرئاسة وحسب العميد طارق صالح الذي يقود حاليا معارك صنعاء فان الامور تحت السيطرة وتسير المعارك لصالح قوات المؤتمر وفيما جرت معارك متفرقة في الاحياء الجنوبية لصنعاء ومنطقة الحصبة شمال العاصمة قدمت تعزيزات الى ضواحي العاصمة من قبائل موالية لرئيس صالح وقوات المؤتمر لدعم المعارك داخل المدينة وبالتزامن دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات عسكرية الى صنعاء من محافظتي عمران وصعدة واقتحمت ميليشيات الحوثي منزلي يحيى الراعي رئيس مجلس النواب والامين العام المساعد لحزب المؤتمر ومنزل وزير الداخلية عن حزب المؤتمر اللواء محمد القوسي في حكومة الانقلاب على كل المزيد من المتابع معنا الآن من عمان القيادية السابق في المؤتمر الشعبي اليمنية علي البخيتي سيد علي أهلا وسهلا بك الوضع غامض جدا في صنعاء كما هي الحال هل لديكم أي معلومات ميدانية عما يجري خصوصا ما قيل أن الحوثيين استعادوا المواقع التي خسروها في السابق ما يحصل في صنعاء هي معارك كر وفر أحيانا الحوثيين سيطرون على مواقع وأحيانا يتمكن أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة عليها أنا باعتقادي أن هناك متغير أهم من كل هذه المعارك التكتيكية الداخل صنعاء وهو أن فصل التحالف بين الحوثيين وبين علي عبدالله صالح هذا سيغير خارطة التحالفات السياسية جدريا داخل اليمن وسيكون هناك تحالف جديد سيقوم هذا التحالف بتغييرات ملحوظة في الجبهات المختلفة وبالأخص خارج العاصمة الصنعاء هذه الأمور لن تظهر على الساحة إلا خلال الأسابيع والأشهر القادمة سيد علي برأيك هل تستطيع قوات صالح حسم الأمور صالحها لا أتوقع أن يتمكن أي طرف من حسم الأمور سريعا داخل صنعاء لأنها حرب مدن وتحتاج إلى حرب إصابات أكثر منها حرب نظامية يمكن لطرف حسمها ضد الطرف الآخر ما يهمني أختي العزيزة أن ما حدث من انفصال في هذا التحالف سيغير مجرى المعارك خارج صنعاء سيؤدي إلى تداعي الكثير من المناطق لن تظهر هذه الآثار خلال الأيام والساعات القادمة لكن ستبدأ في الظهور خلال الأسابيع القادمة الحوثيين خسروا الكثير من المحافظات منذ بداية المعارك قبل ثلاث سنوات إلى الآن ووتيرة خسرانهم لمزيد من الأراضي ستكون أسرع لأن المؤتمر الشعبي العام كان يوفر لهم غطاء وطني يمكنهم من الانتشار في مختلف مناطق اليمن طيب أستاذ علي أرجو أن تبقى معنا سنعود إليك بعد قليل القيادية السابق في حزب المؤتمر ابقى معنا لو سمحت ونبقى في أخبار اليمن وفي محاولتهم للإحاء بالانتصار في المعارك ضد أنصار صالح على الأرض شن الحوثيون حربا إعلامية على حزب المؤتمر حرب بدأت باختراق موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت لبث بيان يدعو للتهدئة والحوار مع الحوثيين وهو البيان الذي سارعت قياداتهم في حزب المؤتمر للتبرئ منه بعدها استولى الحوثيون على قناة اليمن اليوم التابع لحزب المؤتمر وبدأوا في استخدامها لبث مواد تدعم موقفهم في الصراع الدائر حاليا الحوثيون في اليمن فتحوا جبهة جديدة للمعركة ضد أنصار الرئيس السابق صالح في الإعلام قراصنة تابعون للإنقلابيين اخترقوا موقع حزب المؤتمر على الأنترنت وبثوا بيانا مزورا باسم المؤتمر الشعبي تضمن ترحيبا بأي جهود توحد الصف الداخلي وتزيل كل أسباب التوتر القائم الجهات القائمة على الموقع الإلكتروني لحزب المؤتمر حذرت من الدعاية الحوثية فيما أعلن قيادي في المؤتمر الشعبي أن البيان زائف المؤتمر الشعبي العام لم يصدر أي بيان بهذا الصداد المؤتمر الشعبي العام يدعو كل قواعده ويدعو الشعب اليمني للاستمرار بالمطالبة باستعادة الدولة ومؤسساتها وأنه لا تراجع ويطمن كل جماهير المؤتمر وقواعده والشعب اليمني بأن ما يقري على الأرض هو في صالح الشعب اليمني ميليشيات الحوثي اقتحمت أيضا مقر قناة اليمن اليوم الموالية لصالح أمر تم نفيه رسميا في وقت لاحق من قبل القائمين على القناة مؤكدين تعرضهم للترهيب رمضان بالعمر العربية ونعود إلى سيد علي البخيتي القيدي السابق في المؤتمر الشعبي يتحدث إلينا من عمان سيد علي هذا البيان هناك بلبلة حوله سواء كان صحيحا أم لا السؤال المطروح أكثر من مرة قيل أن الطلاق قد وقع بين الحوثيين والمؤتمر ولكن سرعان الأمور تعيد سيرتها الأولى الآن هل فعلا الطلاق قد تم ولا رجعت عنه برأيك حتما الأمور واضحة لا يمكن العودة إلى هذا التحالف إنهارت الثقة تماما بين الحوثيين وبين علي عبد الله صالح الحوثيين ذهبوا إلى منزل علي عبد الله صالح وحاصروا منزل وقصفوا منزل طارق يعني الحوثيين هم من اعتدى على علي عبد الله صالح ووضعوا في موضع الدفاع عن النفس علي عبد الله صالح حاول كثيرا تجنب المعارك داخل صنعاء لكن الحوثيين جروا إلى هذا المربع أخي العزيز كون المعارك تنفجر داخل صنعاء وينزل الحوثيين اليوم بالدبابات للعاصمة هذا ليس دليل قوة هذا الدليل ضعف عندما تحاول سلطة ولا تجد وسيلة لجمع الناس داخل العواصم إلا الدبابات هذا علامة شوم على الحوثين وبادرة لسقوطها كل الأنظمة التي نزلت الدبابات في الشوارع سقطت بعدها بأشهر باعتقاد أن الحوثين اليوم يعني يخوضون معارك داخل صنعاء بينما كانوا قبل ثلاث سنوات سيد علي برأيك هل يجب على التحالف دعم علي عبدالله صالح الآن أعيدي سؤال هل يجب على التحالف أن يدعم علي عبدالله صالح اليوم باعتقادي أن أهم دعم يمكن أن يتلقاه المؤتمر الشعبي العام والجماهير التي خرجت وهي كذلك من خارج المؤتمر هو من القوات الموالية للواء علي محسن الأحمر والموجودة في نهم لأنها الأقرب إلى العاصمة صنعاء وكذلك يمكن عمل تحالفات في جبهات مختلفة أنا لا أريد أن تنتقل المعارك بشكل أساسي إلى داخل المدن وبالأخص العاصمة صنعاء لأن هذا دمار هائل وفي صنعاء أكثر من ثلاثة مليون نسمة الأفضل إذا كان ولابد ولم يتمكنوا من عمل تسوية سياسية أن تكون المعارك خارج العاصمة صنعاء وستدعى جبهات الحوثيين سريعا بعد انفكاك هذا التحالف جيد سيد علي ابقى معنا سنعود إليك بعد قليل أيضا نصرة المساء مستمرة فيها أيضا